وصفة اليوم ان شاء الله رح تكون من السلطات جدا مميزة وجدا شحية رح نعمل مع بعض سلطة الفتوش ورح نعمل كمان خبزة الفتوش تابعوا الفيديو وتعالوا شوفوا طريقة العمل في البداية هون رح احضر للخبز بنسبة للخبز هون انا استخدمت الخبز اللبناني واكيد ممكن تستخدموا اي نوع خبز بلس المهم ان يكون معكم ارقيق في البداية قطعتوا خطوط فطول بعدها جمعت القطع فوق بعض وقطعتوا مكعبات صغيرة كمية الخبز اللي استخدمته هون هي ارغيفان رح اجمع الخبز بصحن ورح انزل فوقيه معلقتين كبار من زيت الزيتون ومعلقة كبيرة من الزيتر الاخضر الناشف طبعا هون انا الخبز رح اشبيه رح ادخله الفرن واكيد ممكن تقلوه طبعا اذا حبيتوا تقلو الخبز ما تنزلوا عليه لا زيت الزيتون ولا الزيتر بتقلوه مثل ما هو طبعا هون انا وزعته على صنية ورح ادخله الفرن الخطوة اللبعديه هون رح احضر للسلطة بالنسبة للسلطة طبعا الفتوش عالم كبير بالخضار واكيد ممكن تستخدموا الخضار المتوفر عندكم اهم الشي طبعا بسلط الفتوش ان كنت ركزوا على الورقيات استخدمت هون اربع حبات من الاخيار طبعا قطعتم تقطيع خشنة رح نحتاج كمان هون الخس طبعا الكمية تقديرية بالنسبة للخس ونفس الشي هون قطعتم تقطيع خشنة ركزوا على طريقة غسل الورقيات طبعا انا نقعتهم بالمي البارده والخل تركتم فترة بعدها صفيتم كثير منيح من المي بالنسبة للبندور هون انا استخدمت البندورة الكرزية واكيد ممكن تستخدموا حبات البندورة تقريبا حبتين او ثلاث حبات حجم وسط رح نستخدم هون البصل الاخضر واكيد ممكن تستخدموا البصل الابيض بس الافضل تستخدموا البصل الابيض اللي بتكون قشرته على شقار رح استخدم هون الجرجير استخدم الضمة واحدة ونفس الشي طريقة الغسل الجرجير بنقع بالمي والخل طبعا مي بارده وبصفيه كثير منيح رح استخدم هون الفرفحينة بعرفش انا شبت احكوا عنها بالدول الثانية بس احنا عنا في الاردون بنحكي لها الفرفحينة طعمها جدا شهي بسلطية الفتوش طبعا نزلتها مثل ما هي ورق ورح نحتاج كمان هون الناعنع الاخضر الكمية اكيد كمية تقديرية نزلتها مثل ما هو ورق كي حال متوفر عندكم الناعنع الناشف اكيد ممكن انكوا تستخدموه هون رح نزل اخر اشي مع لقتين كبارة من السماك طبعا هون استخدمت السماك البلدي رح احكي بالنسبة للخضار الطيبة مع الفتوش اللي هو الفجل بيعتنكها اكتير طيبة بس للاسف ما كان متوفر عندي بقلبهم كثير منيح بهيك عندي الصلاة صار جاهزة بخليها على جنب ورح احضر هون للصوص رح نحتاج هون طبعا كمية منيحة من زيت الزيتون تقريبا اربع ملاق كبار رح انزل هون معلقتين كبار من عصير الليمون معلقة كبيرة من الخل الابيض ورح نحتاج هون معلقتين كبار من دبس الرمان ممكن تحطوا اكثر بس حسب الضوق رح انزل هون معلقة صغيرة من الثوم المهروس بيعتنكها طيبة ورح احط هون معلقة كبيرة من الزعتر الاخضر الناشف بالاضافة طبعا لمعلقة صغيرة من الملح رح احكي ملاحظة بالنسبة للزعتر الاخضر الاطيب انك تحطوه فرش بس هو ما كان متوفر عندي فحطيته ناشف مع الصوص رح نحضر هون لخبزة الفتوش رح نحتاج كمية بسيطة من الزيت بالطنجرة الكبيرة الطنجرة الصغيرة لازم يكون عنها زيت غزير وحامي طبعا رح انزل الخبزة ورح انزل الزيت الحامي طبعا بتنزله شوي شوي بهاي الطريقة بتوزعه على كل الخبزة حتى تنفخ معكم الخبزة حتى تنجح معكم الطريقة هاي لازم الزيت يكون الموجود عنا بالطنجرة الكبيرة ما يكون معنا حامي كثير بينما الزيت اللي يكون معنا بالطنجرة الصغيرة لازم يكون معنا حامي حتى تنفخ معنا الخبزة بسرعة طبعا ضليت انزل الزيت حتى اخذت درجة اللون اللي انا بدي اياها على طول طلعتها من الزيت وحطيتها على ورق الفاين تركتها تبرد شوي وبعدها قدمتها طريقة تقديم الفتوش بخبزة الفتوش بطريقة سهلة وبسيطة وطريقة التقديم جدا جميلة طبعا هون رح اكسر كمية من الخبز بهاي الطريقة الخبز المكسر بتتركوه بالخبزة طبعا انا رجعت كسرت شوي حتى يكون معي ناعم ونزلت هون كمية منيحة من السلطة رح طبعا هون رح اقلبها رح اجيب صحن وقلبها شوي شوي طبعا هيك عندي تمام وهلا هون رح ازيني الوجه بيدبس الرمان واذا حبيتوا تحطوا رشي من السماج اكيد ممكن طبعا بكسر شوي من الخبز بهاي الطريقة حاولوا انه التكسير يكون معكم قطع صغيرة وبعدها رح انزل السوس اللي عملته واقدمها طبعا ما شاء الله طريقة التقديم والطعم جدا شاهية وجدا مميزة بنسبة لكمية الخضارة ضلت معي طبعا هون نزلت كل كمية السوس وبقلبهم كثير منيح وبعدها بقدمهم طبعا رح اقدم السلطة مع الخبز المشوي بنسبة للخبز المشوي طبعا شويته تحت الشواية كنت كل شوي اقلبه حتى ياخد معي درجة اللون اللي انا بدي اياها هيك عندي طبعا بعد ما تركته يبرد بتتركوه يبرد تقريبا مدة 10 دقائق وبعديها بتقدمو رح احكم لاحظة بالنسبة لصلة الفتوش حتى تضلها معكم وقت اطول في النهار تضلها مثل الفرش بتعملوا الخضارة على جنب والصص على جنب والخبز على جنب ووقت التقديم بتقدموها بصحون صغيرة حسب الكمية اللي انتو بدكم اياها وهي وصفتنا لليوم بتمنى انها عجبتكم بتمنى كمان ان الفيديو عجبكم اذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناة الاشتراك فيها تفيد زر الجرس حتى اصلكم جديد القناة ويعطيكم الف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة معكم على طاشمان من قناة اطلب الوصفات يامي